ثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ حرص دولة الكويت على الوفاء بالتزامتها التي تعهدت بها لتمويل برامج المنظمة لصالح اللاجئين والمشردين والمتضررين من الأزمة السورية جاء ذلك في تصريح أدل به سوينغ إثر اجتماعه بمقر المنظمة مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال غنيم حيث سلمه تبرعا من دولة الكويت لصالح الوضع الإنساني في سوريا وقال سوينغ إن دولة الكويت تعطي دوما مثلا نتمنى أن تحتدي به بقية الدول المنحة للتخفيف من وطأة تدعيات الأزمة السورية على المدنيين ترجمة نانسي قنقر